بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع والعشرون رجل يمنا رجل منعط يمنا نعت أو تقول رجل خبر ومبتداؤه محصوف التقدير هذه رجل يمنا رجل يسرى رجل منعط يسرى نعت مرفوع وعلمات رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من زهورها التعزر جفن أعلى نعت لجفن جفن أسفل أسفل نعت لجفن لا تأكل بيدك اليسرى لا ناهية تأكل فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله ضامير مستطر تقديره أنت بيد جار ومجرور متعلق بالفعل تأكل يده مضاف والكاف ضامير متسل مضاف إليه اليسرى نعت كل بيدك اليمنى كل فعل أمر وفاعله ضامير مستطر تقديره أنت بيد جار ومجرور متعلق بكل يده مضاف والكاف ضامير متسل مضاف إليه اليمنى نعت لكل يد مرفق ولكل رجل ركبة لكل جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا والشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم كل مضاف يد مضاف إليه مرفق مبتداء مؤخر وحرف عطف لكل رجل ركبة معطوف على لكل يد مرفق لا تحرك رجلك وقت الدرس ولا تلتفت يمينا وشمالا لا ناهية تحرك فعل مضارع مجزوم إلى وفاعله ضامير مستطر تقديره أنت رجل مفعول به وهو مضاف والكاف ضامير متسل مضاف إليه وقت زرف زمان وهو مضاف الدرس مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل تحرك وحرف عطف لا تلتفت معطوف على لا تحرك لا ناهية تلتفت فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله ضامير مستطر تقديره أنت يمينا زرف مكان وحرف عطف شمالا معطوف على يمينا لحية أبي طويلة لحية مبتداء وهو مضاف أبي مضاف إليه مجرور أبي مضاف ويا المتكلم مضاف إليه طويلة خبر كلكم مجدهدون كل مبتداء وهو مضاف كم ضامير متسل في محل جر مضاف إليه مجدهدون خبر مرفوع هل قرأت درسك اليوم لا ما قرأته هل حرف استفحام قرأت فعل ماضي والتاء فاعل درس مفعول به مضاف والكاف مضاف إليه اليوم زرف زمان بالفعل قرأته لا حرف جواب ما نافية ينفي الفعل الماضي قرأت فعل ماضي والتاء فاعل والهاء ضامير متسل مفعول به هل فهمتم الدرس أيها التلامزة نعم فهمناه جيدا هل حرف استفحام فهمتم فعل ماضي ثم فاعل الدرس مفعول به أي مضاف والهاء مضاف إليه والمضاف والمضاف إليه منعوت التلامزة نعت والمنعوت والنعت منادى بحرف ضداء المحصوف التقدير يا أيها التلامزة أو تقول أي منادى ها حرف التنبيه التلامزة بذل أو نعت من أي نعم فهمناه نعم حرف جواب فهمناه فعل ماضي نافاعل والهاء ضامير متسل في محل نصب مفعول به جيدا نائب مفعول مطق التقدير فهمناه فهما جيدا هل حفزتم الدرس لا ما حفزناه لما ما حفزتم هل حرف استفحام حفزتم فعل ماضي ثم فاعل الدرس مفعول به لا حرف جواب ما نافية حفزنا فعل ماضي نافاعل والهاء ضامير متسل مفعول به لما جار ومجرور متعلق بالفعل حفزتم ما نافية حفزتم فعل ماضي ثم فاعل هل فهمتم الدرس كلكم نعم فهمنا كلنا هل حرف استفحام فهمتم فعل ماضي ثم فاعل الدرس مفعول به كل توكيد معنبي للضامير المتسل في فهمتم مرفوع وعلامات رفعه الدمت الظاهرة على آخره وهو مضاف كم مضاف إليه نعم حرف جواب فهمنا فعل ماضي نافاعل كل توكيد معنبي مرفوع وهو مضاف لا ضامير متسل مضاف إليه هل كتبت اليوم إلى أبيك مكتوبا لا ما كتبت هل حرف استفحام كتبت فعل ماضي والتاء فاعل اليوم زرف زمان بكتبت إلى حرف الجر أبي اسم مجرور وعلامات الجرده ألياء لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة جار ومجرور متعلق بالفعل كتبت أبي مضاف والكاف ضامير متسل مضاف إليه مكتوبا مفعول به بالفعل كتبت لا حرف جواب ما نافية كتبت فعل ماضي والتاء فاعل فهم الدرس اليوم بعضنا وما فهم بعضنا فهم فعل ماضي الدرس مفعول به اليوم زرف زمان بالفعل فهمه بعضنا فاعل وهو مضاف لا مضاف إليه وحرف عطف ما فهم بعضنا معطوف على فهم الدرس اليوم بعضنا ما نافية فهم فعل ماضي بعض فاعل وهو مضاف لا مضاف إليه لكل كف راحة لكل جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم كل مضاف كف مضاف إليه راحة مبتداء مؤخر اغسل يدك إلى المرفاق اغسل فعل أمر وفاعله ضامير مستتر تقديره أنت يد مفعول به مضاف والكاف ضامير مبتسر مضاف إليه إلى المرفاق جار ومجرور متعلق بالفعل اغسل اغسلت رجلي إلى الكعب اغسلت فعل ماضي والتاء فاعل رجلي مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه التقدير رجلا للي إلى الكعب جار ومجرور متعلق بالفعل اغسلتو والله أعلم بالصواب ترجمة نانسي قنقر